السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نوصر الحق بالحق الهادئ إلى صلاتك المستقيم أعزائي المشاهدين أنا مبسوط جداً أني أكون معاكم في أولى حلقات برنامجكم كلمة السر ومبسوط أني أجد في التوقيت دوات عندنا انتصارات اكتوبر العظيمة بهن الشعب المصر كله بهن إسعادة الرئيس بانتصارات اكتوبر المجيدة ربنا يدمع علينا نعمة وما يحرمناش أبداً من طعم النصر ومبسوط أكتر من أن يكون معاكم في الفترة دي بالذات دي فترة انتهاء سنين العجافة وابتداء سنين الرخاء ربنا يجعلنا فيها نصيب وهمان في حوزاتنا هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جداً وهو موضوع الطاقة إحنا عارفين طبعاً أن سنة 2020 هي كانت سنة الكوارث على مستوى العالم كله مش هنقول على العالم مش هنقول على مصر ولا نقول على العالم العربي دي على العالم بأجمعه مفيش إنسان كبير ولا صغير مسلمش من شرها سنة 2020 كانت عبارة عن سنة بتصدر لنا كل الطاقات السلبية اللي في العالم إحنا زينا زي أي حد الفترة ديت كل الأفراد أو كل الناس الفترة ديت كلهم بيتكلموا إن عنده انتكاسات في شغله عنده الشغل فيه خسائر في الشغل فيه مش عارف يعيش في بيته وفيه مشاكل كل الناس بتاخد الأمور ديت على محام الأخرى كل الانتكاسات اللي إحنا بنقابلها ديت والخزلان الكتير اللي إحنا بنقابله على مستوى تعاملات بتاعت اليوم بتاعنا كله بلا استثناء ديت بتخلينا عندنا حاجة ما انخفاض الطاقة الجسدية بتاعتنا لما واحد فينا بيقابل مشاكل كتيرة في حياته خسائر في الشغل مشاكل في البيت مشاكل مع الجران مشاكل مع كل الناس المحيطة فيه أول كلمة بيقولها بيقول أنا حد عميلي سحر أو أنا مأزي حتى وإنجاز التعبير دوت إنه هو معمول له سحر أو إنه هو حد أزيه هو السبب في إنه هو يتصاب بالسحر ده أو بالأذى دوت ربنا كرم البني آدم ودينا في جسم كل بني آدم سبع بطاريات للطاقة اسمها شاكرات هنتكلم عليها بالبلدي عشان نقدر نفهم أو أقدر تقدر تفهموا الكلام بسلاسة ويسر سبع بطاريات في الجسم دول هم مسؤولين كل بطارية في الجسم مسؤولة عن 15 بل و20 و25 ألف وظيفة جسمك بيحتاجها أو بيتعامل بيها في المشي وفي التعامل وفي الحب وفي الشغل وفي كل ما يخطر على بالك كل خزلان بييجي أو كل انتكاسة بتيجي في موضوع ما بتأثر على الطاقة اللي مسؤولة عن الوظيفة ديت هنعرض دلوقتي على الشاشة صورة طاقات الجسم وشاكرات الجسم هي منين لفين؟ وكل شاكرة أو كل بطارية بتشتغل إزاي؟ أو بتشتغل على أنيه لون؟ أو بتشتغل إيه هو الحافز الشيء اللي بيحفزها؟ هيرضاه لنا حالاً؟ عندنا سبع بطاريات في الجسم بيبتدوا من مقدمة الرأس فوق لغاية نقطة التحامل فغدين كل شاكرة بينهم لها عدة وظايف مسؤولة عن وظايف في الدنيا ووظايف عضوية يعني مسؤولة عن وظايف حسية في التعامل زي المشي والأكل والشرب ووظايف عضوية في الجسم عندنا أول شاكرة في الجسم هي شاكرة القاعدة الجزرية دي موجودة عند نقطة التحامل فغدين الشاكرة ديت أو البطارية ديت هي وظيفتها في الدنيا كلها إن هي بتساعد البني آدم على كل ما هو فوق الأرض هي شاكرة أرضية بتشحم من الأرض وبتساعد زي ما ظاهر معنا في الشاشة كده شاكرة الجزر اللي هي أول واحدة خالص اللي هي في نقطة التحامل فغدين هي باللون الأحمر مسؤولة عن عدة وظايف مسؤولة بتتصل بالغدة القذرية والأمعاء الغليظة والساقين ومسؤولة عن النشاط والأداء العملي والقوة الجسمانية والبقاء على قيد الحياة في حالة إن في أي مشكلة في الشاكرة ديت أو في البطارية ديت بتعمل شوية مشاكل عضوية منها السمنة وفقدان الشهية وألام المفاصل وضع في الجهاز المناعي الأرق وعدم وشوية مشاكل في النوم في واحد مننا مثلا ممكن عدى أو لف على جميع دكاترة السمنة عايز ينزل جسمه أو عايز ينزل وزنه وفشل فشل زريع في واحد مثلا بيعاني من القولون بقاله أكتر من 15 سنة و20 سنة ما خلاش دكتور في مصر ما رحلوش جرب كل الأدوية وجرب كل الحاجات الخاصة بالقولون وكل فترة يخف ويرجع تاني المشكلة هي مش في القولون هي المشكلة في الوقود اللي مشغل القولون إيه هي البطارية اللي مشغل القولون هي اللي فيها المشكلة هي اللي فيها مشاكل في تقطة إزاي نقدر نحفزها أو إزاي نقدر نساعد إن هي ما تنسدش أو إن هي تديني كل الطاقة المفروضة منها فدوة كل شاكرة شاكرة القاعدة الجزرية دي بتتميز باللون الأحمر أنا النهاردة هنا بتكلم إزاي يقدر عالج الطاقة بتاعة الجسمة بالأحجار الكريمة إيه هي الأحجار الكريمة؟ ووظيفتها إزاي في الطاقة الأحجار الكريمة هي معادن هي يعني شيء ما ربنا خلقه في بطن الأرض بيتكوم من المعادن من اقتلاط المعادن تحت الأرض بيطلع للحجر الكريم دوة بيبقى معابي طاقة من حوالي ألف سنة اسمها الطاقة الشفافة كل حجر ليه خصيصه وليه يعني ليه خصيصه مميزاته وليه سلبياته كل بني أدم منا مولود في حقبة زمنية معينة اللي احنا بنقول عليها البرج الحقبة الزمنية ديت هي اللي بتعرفني خصيص البني أدم إيه هي أنا مثلا لما أجي أقول لواحد إنت برجك إيه أنا ما بسألوش عن البرج ما بسألوش عن البرج أنا بسأله عن الحقبة الزمنية اللي هو تولد فيها هو تولد مثلا في يوم تسعة عشرين خمسة يوم تسعة عشرين خمسة كان الكوكب الحاكم هو كوكب عطارد كوكب عطارد دوت هو بيشتغل مباشرة على شاكرة في الجسم اسمها شاكرة القلب ديت بتشحم منه لونه الأخضر وبتشحم من أي حجر طبيعي أو حجر كريم لونه أخضر تمام لما أجي أنا النهاردة أسألو أنا النهاردة عندي مشكلة مثلا مشكلة في شغلي إيه هي الوظيفة إيه هي البطارية اللي مسؤولة عن المشكلة عن العمل عن شاكرة القاعدة الجزرية اللي هي أول شاكرة إحنا بنتكلم عنها هي ديت اللي بتديني الحماس النصحة الصبح روح شغلي ما بقاش كسلان هي ديت اللي بتساعدني بتديني القوة إن أنا أقدر أمشي برجلية وتواصل على الأرض هي مسؤولة هي شاكرة أرضية بطارية أرضية بتشحم من الأرض وبتساعد كل ما هو فوق الأرض لما أنا أكون عندي مشاكل في شغلي عندي حالة فشل وانتكاس دايماً دايماً في الشغل بخرج منها وبحاول إن أنا أكمل بقع تاني بخرج منها حاول إن أنا أكمل بقع تاني دي كلها مشاكل مرتبطة بالطاقة مش مرتبطة بشيء عضوي بعيد خالص عن الأسحار وبعيد خالص عن السحر والشر وعن الأزيان لما البناء دم طاقته بتقل بيجوز معاه أو لما يكون فيه واحد أزي الشخص دوة وعمل له عمل أو عمل له سحر الأسحار ديات مذكورة في القرآن إزاي العمل دوة يشتغل معاه أو إزاي تأكتف عليه إنه إزي أو يضره لما تكون طاقته منخفضة جداً طاقته تكون اسمها الطاقة الرمضية طاقة أرضية منخفضة تماماً فهو عرضة لكل ما هو من أهل الأرض ربنا يحفظنا اللي إحنا بتتكلم فيه النهاردة إن إحنا كل المشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا متخصصة في طاقتنا لو إحنا قدرنا نزبط الطاقة دي ما عندناش مشكلة اللي جيت جاوز كذا مرة وفشل فكل مرة بيتجاوز فيها اللي عنده مشاكل في بيته باستمرار اللي عنده مشاكل في شغله باستمرار كل الحاجات دي هي مش حاجاته عضوية وحاجات بتبعت خالص عن الأسحار زي بقولنا وعن الشرور أول بطارية كلمنا عليها هي بطارية القاعدة الجزرية وهي موجودة في نقطة التحام الفخدين وزي ما قلنا بتتصل بالغضة القذرية والأمعاء الغليظة والساقين ومسؤولة عن النشاط والأداء العملي والقوة الجسمانية والبقاء على قيد الحياة تاني شاكرة هي شاكرة الصرة هي موجودة أسفل الصرة مباشرة وبتتميز باللون البرتقالي ومتصلة بالكينة والمسانة والأعضاء التنسلية والدورة الدموية والغدد ومسؤولة برضو عن الوظائف العاطفية والرغبة الجنسية علامات انسدادها لما يكون هي فيها مشكلة بتعمل مشاكل عضوية هي مشاكل الرحم والمسانة وعرق النساء وألام أسفل الظهر والوسواس القهري والهوس الجنسي والعجز الجنسي دي بتشحن ازاي؟ بتشحن بكل الأحجار اللي هي لونها ناري أو لونها أورانج عندنا بطارية بعدها هي اسمها بطارية الدفيرة الشمسية موجودة فوق الصرة بحوالي 5 سنتي دي متصلة بالمعدة والمرارة والكبد دي الخصائص العضوية اللي هي مسؤولة عنها الوظائف الحسية هي قوة الشخصية والضحك والغضب ومسؤولة عن تحفز الطموح علامات انسدادها بتعمل شوية مشاكل عضوية ايه هي المشاكل العضوية؟ مشاكل المعدة كلها مسؤولة عنها بطارية الدفيرة الشمسية وحصوات المرارة ومشاكل وظيف الكد والغضب والإحباط والتشتت وحساسية النقد والانطواء عندنا شاكرة القلب وموجودة تحت القلب مباشرة ترتبط باللون الأخضر مسؤولة عن الرئتين والقلب والأوعية الدموية والأكتاف والغضة اللينفوية وهي مركز الحب والرحمة والانسجام والقدر على العفو مشاكلها في حالة انسدادها بتعمل اضطرابات في الجهاز المناعي مشاكل الرئة والقلب مشاكل الأوعية الدموية والألم الصدر الأحباط والقراغية والأعمال العدائية شاكرة الحلق هي موجودة خلف الحلق مباشرة وهي تتميز باللون الأزرق الفيروزي متصلة بالحواس السمعية مسؤولة عن الإبداع والتعبير هي بتاخد كل الأوامر اللي خرجها من العقل واللي خرجها من القلب وبتطلعها لعيئة كلام علامات انسدادها التهبات في الأزن الوسطى مشاكل الجيوب الأنفية مشاكل المريء والغضة التراقية وبتعمل عملية قتل الإبداع ومشكلة التواصل مع الآخرين عندنا شاكرة الحاجب أو العين التالتة هي موجودة بين الحاجبين بالضبط اللي بنسميها العين التالتة اللي هي المسؤولة عن البصيرة متصلة بأعصاب العين والإسنان مسؤولة عن الحدث والرؤية والتركيز والحكمة والإدراك والاستبصار علامات انسدادها أو علامات ان هي يكون فيها أي مشكلة هي ضعف الزاكرة والاكتئاب وعدم الاستقرار العقلي والتردد وصعوبة التركيز وآخر شاكرة موجودة عندنا هي شاكرة التاج وهي موجودة فوق يعني فوق الدماغ مباشرة هي ترتبط باللون الأبيض مسؤولة عن مجموعة أدوار لتحفيز كل الأدوار اللي سبقت من بطارياتها كل الوظيف اللي في الجسم هي مسؤولة عنها شاكرة التاج اللي هي موجودة في مقدمة الرأس مسؤولة عن الجمال الخارجي والدخلي والتحرقات العملية بناء العلاقات تلقي العلوم معرفة الأسرار والاتصال بالله ومعرفة التجليات الروحانية علامات انسدادها هي الارتباك الاكتئاب الشيخوخة حظر الطاقة عن جميع المراكز الأخرى والتشويش على أداء بتعمل مسؤولة عن الصداع النصفي أورام الدماغ والضربات الجهاز العصبي وألام الأسنان إزاي إحنا نقدر كل واحد فينا لف على الدكاترة بمرض ما وفشل فيه فشل زريع بفضل الله العلي العظيم عندنا الحل بتاعه إحنا مش كم إحنا حكايتنا سهلة جدا إحنا بنعالج مراكز الطاقة في الجسم بندي لكل فرض بإسمه وتاريخ ميلاده هو بنعرف إيه هي خصيصه إيه هي أول بطارية تمت نموها في جسمه إيه هي أول بطارية في حالة ولدته كان البرج اللي كان الكوكب الحاكم بيديها الطاقة المسؤولة عنها فبناء عليه أول معرف الحقبة الزمنية اللي تولد فيها أقدر أعرف إيه هي كل المشاكل اللي يقدر يعدي بيها النفسية والعضوية إحنا بنحل كل المشاكل ديها بالحجر الكريم الأحجر الكريمة هي عبارة عن زي الباوربانك وبطارية الموبايل لما الموبايل بتاعنا شحنه بيفضى بيبقى 15% الكاميرا ما بتشتغلش الفلاش ما بيشتغلش 70% من وظيف الجهاز بتقل الباوربانك بنوصل الجهاز عشان يقوم بكل وظيفه الحجر الكريم هو عبارة عن باوربانك طبيعي للبني أدم بفضل الله العلي العظيم إحنا برنامجنا اسمه كلمة السر وهي كلمة السر يعني نقطة من آخر السطر لكل ما اللي أنا سبقته كل الكلام اللي أنا قلته في السابق بفضل الله العلي العظيم بالاسم وتاريخ الميلاد أي مشكلة كانت تكون أحلها بالحجر الكريم الحجر الكريمة هي شيء مصدر طبيعي غير متدخل في الإنسان في صنعه تماماً هي طاقة محمولة يعني طاقة محمولة بمعنى كل كلمة باوربانك متشلم على البناء أدم في حالة انخفاض طاقته هي بيتمده بكل الطاقة المسؤولة عنها لما نيجي نقول أخبرنا يعني إحنا عندنا مشاكل في الشغل زي ما قلنا أقدر أعالج كل المشاكل القاعدة الجزرية شاكرت القاعدة الجزرية اللي هي أول واحدة اللي بتتميز باللون الأحمر هي أغلب البناء أدمين اللي هي عندهم فيهم مشاكل هي موليد الأبراج الأرضية أو الترابية اللي هي الثور والعزراء والجدي دول خصيصهم ترابية بيتفعلوا بيشحنوا وبيتشحنوا وبينموا في وسط المجتمع من خلال الأرض إيه أكتر حجر يحفز نقصان الطاقة دي عندهم هو حجر اليقوت الأحمر أو العقية الأحمر هو المسؤول عن شحن القاعدة الجزرية وشحن طبيعي بدون أي تدخل لكيميائي ولا تدخل أجهزة ولا هقول لك اعمل منظار ولا هقول لك اعمل لي تحليل ولا هقول لك اعمل لي إشعاعات كل اللي عنده مشاكل في العمل بتاعه عنده انتكاسات في العمل عنده فشل في العمل بفضل الله العلي العظيم عنده مشكلة يبقى عنده مشكلة في شاكرة القاعدة الجزرية شاكرة القاعدة الجزرية هي اللي مسؤولة عن العمل والنشاط وكل ما هو مسؤول عن الأرض تمام بيتعالج بحجر زي ما قلنا بحجر المرجان الأحمر واليقوت الأحمر والعقيق الأحمر أي بني آدم عنده مشاكل هنقول مشاكل عضوية في الصدر في الرئتين في الإكتاف في المفاصل العلوية ولف على كل الدكاترة ومقدرش يوصل لحل بفضل الله العلي العظيم حلو موجود عندي شكرت القاعدة الجزرية هي بتشحن قلنا بترتبط باللون الأورانج بتشحن من كل الأحجار اللي تمتلك اللون الأورانج اليقوت الأصفر العقيق الأصفر اليقوت العقيق الأصفر الناري الكوارتز الأصفر بيشحن قاعدة الصرة شاكرة الصرة المسؤولة عن الوظائف العاطفية والرغبة الجنسية والعجز الجنسي بفضل الله يعالجه الحجار اللي أنا قلت عليها الكوارتز الأصفر العقيق الأصفر الناري والعقيق الأصفر أي شخص وأنا كنت واحد من الأشخاص ديه كان عندي مشاكل في القولون وفي المعدة لا تنتهي وكنت واخدها وراصها ما كنتش بعرف عايش من معدتي لفت على كل الدكاترة بلا استثناء جربت كل الأدوية الخاصة بالمعدة وخاصة بالقولون برتاح يومين ثلاثة وبترجع نفس الأمور تاني بل بتزيد سوء أي حاجة متصلة بالمعدة هي وظيفتها بطارية الدفيرة الشمسية بطارية الدفيرة الشمسية ديه هي المسؤولة عن المعدة والمرارة والكبد ومسؤولة عن قوت الشخصية والضحك والغضب وتحفيز التموح وعن حصوات الكلة ومشاكل وظيف الكبد وحساسية النقد والانطواء زي ما قلنا ان هي لها أعراض عضوية ولها أعراض نفسية بفضل الله حجر التباز الأصفر بيشحن بطارية الدفيرة الشمسية ديه زي فاست شارج يعني شحن سريع جدا طول ما الخاتم انت مرتدي أو طول ما الدلاية مرتديها في سلسلتك أو في سلسلتك بتعالج كل المشاكل الخاصة بالمعدة والخاصة بالأمور اللي أنا قلتها دي كلها عندنا شاكرة القلب هنرجع تاني شاكرة الدفيرة الشمسية الأول هما كل الأشخاص الموليد النارية هما عندهم هي دي أول بطارية تم نموها في جسمهم أو في حالة في بداية الولادة أول ما تولد موليد الأبراج النارية اللي هي الأسد والقوس والحمل هي دي أول بطارية تم نموها عندهم هي اللي مسؤولة عن الأشخاص الناريين كلهم لأن هي دي البطارية اللي مسؤولة عن بيحكمها الكوكب الحاكم للأبراج النارية تمام؟ شاكرة القلب وهي اللي مسؤولة زي ما قلنا عن الرئتين والقلب والأوعية الدموية والأكتاف والغدد اللي المفوية ومسؤولة عن مركز الحب والرحمة والإنسجام والقدرة على العفو زمان أيام الفرعنة كان كل الأضاء كل الأضاء أو كل الحكماء في عصر الفرعنة لما كانوا يجي يفتحوا المقابر بتاعتهم يلاقوا أن الحكماء دي كلهم كانوا بيرتدوا خاتم الزمرد أو أحجار الزمرد أو أحجار الزمرد تمام؟ حجر الزمرد هو بيعالج أو بينمي الحكمة بيكلم الإنسان بيخلي الإنسان في حالة حكمة أنا بس عندي حاجة صغيرة عايزة أنوها عنها بفضل الله العلي العظيم هي مفاجئة الحلقة بتاعتنا إن شاء الله بإذن المولى عز وجل بإسمي وبإسم كل ولاد عمامي من قلة البيت والأشراف على مستوى جميع جمهوريات مصر العربية بندعم كل حلقة إن شاء الله نخرج غارمة من الحجز بفضل الله كل يوم جمعة في كل يوم حلقتي كل يوم جمعة نخرج غارمة تعود لبيتها بفضل الله ويكون باب لله هنستقبل كل رسائل الغارمات على صفحة البرنامج اللي موجودة على الشاشة دلوقتي وربنا يجعلها باب للجنة ولكل ما نساهم فيها زي ما قلنا شاكرة القلب هي شاكرة بتشحم اللون الأخضر مسؤولة عن مراكز الحب مشاكل الحب والرحمة والانسجام إزاي أبقى عنديش مشاكل مع جراني إزاي ما عنديش مشاكل مع زمايلي في الشغل إزاي ما عنديش مشاكل مع موديلي في الشغل كل ما يكون فيه بينه وبينه علاقة أو تواصل إزاي يقدر أخليها بنسبة 100% لو أنا عندي أي مشاكلة فيها بتبقى عندي مشاكلة في شاكرة القلب ويتصاحب الأعراض دي كلها مشاكل في الرئتين وفي التنفس وحساسية الصدر والقلب واجع مفاصل الكتفين الطلبات الجهاز المناعي مشاكل الأوعية الدموية الإحباط الأعمال العدائية القراهية حجرها المناسب هو حجر الزمرد عندنا شاكرة الحلق وزي ما قلنا هي شاكرة النزاهة أو بطارية النزاهة هي المسؤولة إن هي بتاخد الكلام بتاخد الأوامر من القلب والعقل واتطلعه على هيئة كلام أو بتطلعه على هيئة أوامر ملموسة أو طبيعية كل الإشارات اللي بتيجي من القلب وبتيجي للعقل في أي فكرة كانت تكون هو شاكرة الحلق هي اللي بتترجمها وتخرجها على هيئة كلام الشاكرة ديت بتشحم من اللون الأزرق ومسؤولة عن الإبداع والتعبير وتوليف في فلترة الأفكار وبالنسبة للأمراض العضوية في حالة انسدادها أو في حالة أي مشكلة فيها بتعمل مشاكل في التهاب الأزم مشاكل الجيوب الأنفية مشاكل المريء والغضة الدراقية بتعمل مشاكل في التواصل مع الآخرين بتقتل الإبداع بتعمل عملية تشويش فكري فيه أشخاص ما بيقدروش يوصلوا لأي قرار في أي موضوع يخصهم بيبقوا من ناس مشوشة دايماً بيلجأوا لغيرهم في التفكير الحجر المناسب اللي يشحن الطاقة ديت وأتحدى الكلام اللي أنا بقوله دوت وأتحدى أي شخص غلب معادة كثرة أو لف على كل أعراض بتجيله عوارض أو عواكس وهو مش عارف يوصل لحل بفضل الله العليل العظيم في خلال 21 يوم نخليه إنسان طبيعي ويبدأ يعدي كل العواقب والعقبات اللي موجودة في حياته حجر الزبرجد هو الحجر المناسب لشاكلة القلب أو حجر الفيروز الأزرق حجر الفيروز الأزرق هو أقوى حجر زي ما قلنا هي شاكلة الحل موجودة في الحل بالضبط بتتميز باللون الأزرق مسؤولة عن النزاهة وتوليف وفلطارة الأفكار حجر الزمراء حجر الفيروز الأزرق هو أقوى حجر لها وأقوى من أقوى دكتور الشاكلة اللي بعدها معنا هي شاكلة الحاجب أو العين الثالثة موجودة بين الحاجبين وترتبط باللون النيلي الأزرق النيلي متصلة بأعصاب العين والأسنان مسؤولة عن الحدث والرؤية والتركيز والحكمة والإدراك والاستبصار علامات إن هي يكون فيها أي مشكلة ضعف الزاكرة الاكتئاب عدم الاستقرار العقلي التردد وصعوبة التركيز دي لها عندي حجر الأماتست حجر الأماتست ده جماعة هو زي مش مسكن معالج قوي جدا 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 لأي مشكلة خاصة بمشاكل ضعف الزاكرة خاصة والاكتئاب حجر الأماتست في حالة ارتداؤه وأنا أتحدى أي أسرة عندها فرض في التعليم عنده مشاكل في الزاكرة بينسى الزهايمر في درجاته الأولى يعني عشان أكون صريح وواضح الزهايمر في درجاته الأولى بفضل الله خلال 21 يوم أقضي عليه تماما عندنا آخر شاكرة وهي شاكرة التاج شاكرة التاج وهي تقع في مقدمة الرأس وهي المسؤولة زي ما قلنا عن التجليات الروحانية معرفة الله الجمال الخارجي والدخلي التحرقات العملية هي دايما بترمز للون الأبيض لون المس وكان دايما الملوك زمان أيام الفرعنة كانوا دايما يحطوا حجر المس على التاج ما كانوش بيحطوا عطباطا المس هو الوحيد القادر على زبط قدرة المخ وعودته للعمل طبيعي مرة أخرى تاني المس هو الوحيد القادر على معالجة الدماغ أو المخ وعودته لنشاطه كأنه من بداية خلقه يعني بيرجعوا لحالاته الأولى وزي ما قلنا في حالة إن في أي مشكلة في شاكرة التاج دي بتعمل الارتباك والشيخوخة حظر الطاقة عن جميع المراكز الأخرى والتشويش على أداء دايما الناس اللي بتشتكم الصداع النصفي أورام الدماغ اضطربات الجهاز العصبي ألام الأسنان مع إن ما يكونش فيه أي مشاكل في الأسنان بس فيه ألام في الأسنان المسؤولة هو شاكرة التاج الموضوع سهل وبسيط جدا إحنا بناخد الأمور بمحمل تاني إحنا دايما بندور بنقول إن إحنا أشخاص مأزية وبنبدأ نلف ندور على كل ما يخطر على بالك بنتساء ورأي كلام السحر موجود أنا ما بقولش إن هو مش موجود هو موجود وعلاجه موجود علاجه موجود بفضل الله العلي العظيم بس الطاقة الجسدية هي أهم هي الرابط الحقيقي لصحة البناء آدم هي الوقود من غير أي عربية أو أي مكينة مصنع تقدر تشتغل من غير الوقود بتاعها كده بيقولوا هنطلع فاصل وإن شاء الله يكون معكم أهلا وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين من جديد أرجع تاني بنوه إن شاء الله هنستقبل إن شاء الله بإذن المولى عز وجل بنوه هستلم هستنى رسائل الغريمات على صفحة البرنامج إشارة الأبراج موجودة هي على الشاشة وربنا المستعين هنكلم دلوقتي عن الأبراج في شهر اكتوبر معانا طبعا الأبراج الترابية والأبراج الهوائية والأبراج النارية والأبراج المائية معانا برج الحمل في شهر اكتوبر هو من أسعد الشهور اللي هتمر عليه في العاطفة بالأخص الشمس موجودة في بيت الحب والألفة عملاله تناغم في العلاقات الجديدة أو العلاقات الحقيقية إزاي قدر أخش إزاي تقدر يعني الفترة دية تقدر إن انت تحكم على جميع علاقاتك بطريقة أكثر حنكة من اللي فات يعني الشمس موجودة في بيت الحب والألفة والغزل من يوم موجودة من تاريخ اتنين عشرة ليوم تلاتة وعشرين عشرة عليك اقتناص الفرص جيدا وعندك مرور كوكب عطارد كوكب الإصارة كوكب الزكاء هيمدك بكل الأمور الخاصة اللي تخليك تحكم على كل العلاقات في بداية شهر اكتوبر لغاية تاريخ 13 عشرة هيخليك تقدر تحكم على الأمور بشكل أكتر جدية من اللي فات عندك المريخ في برج الحمل عاملش راجع يعني دورة تراجعية يعني راجع للخلف مش لقدام والمريخ هو زي ما قلنا هو كوكب الحاكم للأبراج النارية وهو كوكب الوهم هيعمل لك في منتصف الشهر دوت شوية ضغوط بسيطة جدا إن شاء الله بإذن المولى من تاريخ 13 عشرة لغاية تاريخ 14 عشرة هيبقى في شوية مشاكل في ضغوط في الشغل ضغوط في طريقة سير الشغل هيخليك أكتر حساسية بتحس بالانتقاط بسرعة مش مستحمل أي كلام وده إن شاء الله بإذن المولى نعالجه زي ما قلنا بخاتم اليقوت الأصفر أو حجر ختم الدم معنا تليفون تفضل معنا أستاذ وائل السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الزحمة المرور الشاشة أهلا وسهلا معك وعلا علي الزحمة أهلا وسهلا أستاذ وائل تفضل هتبقى أنها كلها تتفرج عليك الزحمة الله يبارك لك الله يبارك لك حضرتك أؤمرني إحنا من عشاءك في القناة ومن تبعينك بسهل تأخذك علينا اليوم دول ليه مش عارفين بقى الله يبارك لك يا مصر كلها تأخرت على بعضها من أيام الكورونا الحمد لله ربنا يجعلها أيام فاتت تنذكر وما تنعاد الحمد لله كنت عاد سألوا أحدك سؤال مع رشي تفضل يا أستاذ وائل تفضل دلوقتي جاء الحضر اللي يمكن يعني يخفي الحسد شوية طبعا حسد أكيد مش هيروح كله تمام وإحنا كد في حاجة مثلا بتقلله تمام تمام إحنا عندنا كمية حسد طبعا صزيعة جدا وقيد مص كلها مش أنا بس يعني تمام تمام بص يا أستاذ وائل هو حضرتك الأول موليد شهر إيه؟ أستاذ وائل موليد شهر ستة موليد شهر ستة كم ستة أستاذ وائل؟ تسعة تاشر ستة خمسة ستة تسعة تاشر ستة موليد برج الجوزاء برج العظماء يا أستاذ وائل آآ لازم تكون محسود لأن ده برج الناس آآ ملوك الأبراج هو برضو برجي آآ وهم دول آآ يعني أعلى الأبراج الأبراج الهوائية لأنها متصلة أبراج الهوائية اللي بيحكم عليها كوكب عطارد أكتر حاجة يا أستاذ وائل تمنع الحسد هي أي حجر لونه أزرق لأن اللون الأزرق هو بيقتل أو بيكسر طاقة الحسد وإن شاء الله إحنا عندنا منتج خاص وحصري على قناة الصحة والجمال خاص بالحسد إن شاء الله تابعونا بأركامنا على التليفون وإن شاء الله ربنا يعمي عنك العيل يا أستاذ وائل متشكة جداً أزيقك يا زحمد أنا سعيد بسمع صوتك أفاني أما هو الصحة والجمال الله يبارك لحضراتك يا فندم وسعيد بسمع صوتك ما نحرمش منك مع الباشر نتفضل 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 سلام عليكم سلام عليكم طبعاً يا جماعة كنا نتكلم في برج الحمل برج الحمل قلنا طبعاً نوعي من أول يوم 13-10 لغاية يوم 4-11 يبقى عنده شوية ضغوط أنصحه بارتداء اليقوت الأصفر واسأل عن منتج برج الحمل أو عن خاتب برج الحمل عن أرقامنا في تلفزيون هتظهر دلوقتي على الشاشة إن شاء الله بإذن الله هو حل نهائي وجزري لكل المشاكل اللي هتقابل موليد برج الحمل إن كان رجال أو نساء معانا برج الثور معانا في الكنترول هنا بيقول لي واحد بيقول لي تاريخ 21-10 هو 21-10 هو موليد برج الميزان من الأبراج الهوائية برضو السياد الأبراج هم الناس اللي دايماً عندهم كل الأمور على الميزان ناس حكيمة في تصرفاتها أنصحوا بارتداء الزمرض الأخضر وهو للتقلق العملي ده مني للكنترول عشان بعد كده عملت اللي علي حبيبي معانا برج الثور وأقول له من بداية شهر اكتوبر بينتقل الظهرة إلى بيت الحب الرومانسية موليد برج الثور يا جماعة كان عندهم بداية من نص شهر 8 أو بداية شهر 9 شوية مشاكل طاقية عندهم مشاكل في العلاقات الزوجية يعني 80% من جميع موليد برج الثور كان عندهم مشاكل في العلاقات الزوجية أقدر أبشرهم ابتداء من تاريخ 12-10 بفضل الله العلي العظيم معانا أستاذ صباحي على التليفون سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته أهل نفسي أنا أستاذ صباحي حبيبي يا أستاذ صباحي ما نحريمش منك بس أنت عارف كورونا أعادت مصر كلها في البيت والله عارف حبيبي معانا أستاذ لك بس كان حاجة بطيطة برج الجوزاء تمام برج الجوزاء فضل دايما كده معانا شاكل ونفسي في جانبت عبانة والله يا أستاذ صباحي إحنا الفترة اللي فاتت دي كلها إحنا قلنا عن سنة 2020 هي سنة الكوارث على مدار العالم كله كان فيه تصدير للطاقة السلبية يعني كل الناس ما سلمتش منها برج الجوزاء هي من الأبراج قلنا اللي هي العملية جداً الناس اللي بتعرف تتكلم الناس اللي بتعرف تخش أي مكان يبقى العين عليهم فهي أكتر ناس عرضة للحسد فـ يعني ممكن تكون محسود ممكن تكون عندك أي مشكلة تسببت لك الفترة اللي فاتت دي عملالك نقص في الطاقة بتاعتك إن شاء الله أحب أبشر من هنا إن أيام السنين العجاف انتهت بداية من بتدت انتهت يا فندم من بدايات من أول يوم العيد الأطحى الكبير انتهت السنوات العجاف تماماً 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 وإن شاء الله إحنا في المرحلة الانتقالية من السنوات العجاف لسنوات الرخاء نسأل الله العلي العظيم أن يكون لنا فيها نصيب ومن في حوزتنا والمشاهدين والسامعين هنرجع تاني لبرج الثور ونقول إنه هو كان عنده مشاكل من منتصف شهر ثمانية مشاكل زوجية بس أدرى بشره إن من يوم تاريخ 12 عشرة هتبدأ الأمور كوكب الزهرة هيدعمك هيدعم جميع موليد الثور دعم عالي ودعم غير مسبوق بالمرة هيحول الأمور كلها لتناغم في الأمور بشكل كبير جداً هتنتهي جميع التوترات والعقبات وإن شاء الله بإذن المولى هتحس هيشعر بالاستقرار والانسجام وإذا كنت غير مرتبط فأقول إن فيه شخص من الماضي القديم لجميع موليد برج الثور راجع تاني معنا أو أستاذ محمود على التليفون معنا أو أستاذ محمود اللي الخط قطع بنتكلم عن برج الثور تاني وبنقول للشخص اللي غير مرتبط فيه شخص يعود من الماضي فأحذر شو بقى عايز تحذر ولا مش عايز تحذر من منتصف الشهر برضو بسبب تراجع المريخ يا جماعة المريخ منكد على جميع الأبراج بلا استثناء التراجع بتاعها هيبدأ من يوم 13 عشرة عامل شوية مشاكل كل الأبراج بلا استثناء هيعمل برضو مشكلة وقتية حوالي 6 أو 7 أيام هي ضغوط في العمل ومجادلات ومشحنات لبرج الثور بالأخص عليك وعايز أقوله أن من هنا لغاية آخر أسبوع في شهر أكتوبر تكون حكيم جدا في قراراتك الخاصة بالبيع والشراء ركز في أي أمور خاصة بالبيع والشراء أو تحقيق أي هدف مؤجل في آخر أسبوع من شهر أكتوبر وبشرك بقدوم شهر جديد شهر 11 إن شاء الله ربنا يفتح على جميع موليد برج الثور وأتمنى منه أن في نهاية الشهر يخلي باله من صحته لأنه عرضة للنزلات المسلمية هنخش على برج الجوزاء هو طبعا برج العظماء عشان هو برجي الشمس من بداية الشهر دوت موجودة في مركز أو بيت الاتصالات والدعم عند برج الجوزاء برج الجوزاء بداية من شهر أكتوبر معنا أستاذ لطفي تفضل سلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته إزاك أستاذ لطفي الحمد للأخير أنا أول مرة اللي أتصل مع البرنامج إن شاء الله يا رب تكون إن شاء الله ما أرى في الخير كده وتفيدني يعني إن شاء الله إن شاء الله تكون من متابعيننا دائما وأبدا الله يسأل الله أمرني يا صدقاته لو سمحته في حاجة عن أحجارك كريمة اللي الضعف الجنسي أيوة فانديم فيه أي مشكلة لو دعوة عن أحجارك كريمة في حاجة من فيه بالنسبة لموضوع الضعف الجنسي إحنا زي ما اتكلمنا في أول الحلقة إن البطارية أو الشاكرة المسؤولة عن الضعف الجنسي شجرة الجزر الأول شاكرة في الجسم خالص ودي بتشحن باللون الأحمر وحجر اليقوط الأحمر والمرجئان الأحمر هو أقوى علاج للضعف الجنسي هنرجع تاني لبرج الجوزاء وهنقول إن من بداية الشهر هو الشمس موجودة في بيت أو منزل الدعم والاتصالات هيحظى بشهر أو بأول 21 يوم من الشهر بجميع الدعم من جميع الأشخاص المحيطة بيه إذا كان في العمل أو في المنزل أو في الأسرة أو من أي اتجاه معنا أستاذ محمود على التليفون اتفضل سلام ورحمة الله وبركاته هستأذنك بس توطي التلفزيون شوية أساس محمود أنا بس هستأذنك توطي التلفزيون شوية أساس محمود الخط أطعم هنقول إن الجوزاء هتلقى الدعم من جميع المحيطين به ودائما في الـ 21 يوم دول هيصاب بحسن اللباقة ويجد الكلمات المناسبة في الأوقات المناسبة وبرضو كوكب الزهرة هيدعمه في منزل الأسرة لتلاشى واختفاء جميع العقبات والتوترات والضغوط الموجودة ما بين شخص الجوزاء أو شخصية الجوزاء وما بين الأسرة وهيعيش فترة من الاهتمام والانسجام الخاص بأفراد أسرته معنا يا أستاذ أشرف على التليفون مساء الخير يا فندي مساء النور انا أول مرة أشترك معك البرنامج وحابب إن أنا أشترك يعني كده وكتعز أستفسر عن برج الدلو تفضل يا فندي برج الدلو يعني 19-19-19-70 برج الدلو هو برج من الأبراج الهوائية المميزة جدا صحابها دايما بيمتازوا بالعيون الملونة والواسعة فأكيد عينك جميلة الله يخليك أصمت شكرا إن شاء الله بإذن ما أولى عز وجل هو برج الدلو الفترة ديت يعني بداية الشهر ديت مش مشي معها الدنيا الأمور مشي تمام هو عنده مشاكل قوية جدا مع الشريك وكانت المشاكل ديت قائمة من شهر 8 اللي فات وكل مرة بيقول إن الدنيا هتمشي 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 بترجع تتعطل تاني بس بفضل الليل العلي العظيم من تاريخ 13-10 هتبدأ الأمور تيمشي معها في ما صارها الصحيح وإن شاء الله أبشر وربنا يا رب يحلي أيامك هنقول نتراجع المريخ برضو بالنسبة لبرج الجوزاء في منتصف الشهر هيعمل بعض التوترات والضغوط في العمل زي ما قلت إن المريخ منكد على جميع الأبراج بلا استثناء على موليد برج الجوزاء الآخر أسبوع في الشهر عليهم دقة التحليل والتركيز في كل صغيرة وكبيرة خاصة بالعمل لكشف بعض الأعداء المخفيين برج السرطان المريخ والحركة الرجعية الحركة الرجعية بتاعته مأثر على برج السرطان جدا لإن هي موجودة لإن هو هيكون متواجد في المنزل السابع الخاص بالعلاقات والشراكة والزواج هيفضل عنده شوية دربكة كده لغاية بداية الربع التاني من الشهر الربع التاني يعني من بداية الإسبوع التاني من شهر أكتوبر هتبدأ الأمور تتفتح معاه واحدة واحدة لغاية منتصف الشهر بإذن المولى هو في الفترة من تاني ربع في الشهر دوت معنا أستاذة مروى أيوة أهل المساء أهلان سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته إزايك يا أستاذة أحمد إزايك يا أستاذة مروى بص سأزينك توقطي التلفزيون شوية حاضر دي أواحد اتفضل يا فندم إزاي حضرتك يا أستاذة أحمد الحمد لله يا فندم منورتيني منورنا والله منور الشاشة كلها ربنا يبارك لحضرتك يا رب ويبارك فيك حضرتك مش محتاج يعني مجاملة صيصك مسمع إن شاء الله في السوبر كلها الله يصلح حالك يا رب بحق جاه النبي ما نحريبش منك أبدا أنا سعيد بسمع صوتك ربنا يخليك متشاكلة لحضرتك معليش يبقى أستفتر منك أستفتر صواية كيفية؟ اتفضل يا أستاذة والله يا حضرتك أنا موليد برج الجوزاء تماما 14 مدد برج الجوزاء النهاردة منور معنا ربنا يخليك ببرورة الله يبارك لك الله يبارك لك أنا دايما بعاني من مشاكل جسدية جديدة وتجمات كده بتجيلي وما فيس أي سبب غضب يعني كل البشعال كل التحليل كل حاجة تتخيلها في الطب عمل بها تماما برغم إن أنا عندي كل أعراض الأمراض لكن التشفيز ما بيطلعش حاجة ربنا يشيل عنك اه تميز في النقطة دي بتاعتك أنت قلت بقى يعني يتبني مصاب شوية بقى واجه للطب الجميل بتاعك ربنا يبارك لك يا رب أنت عملت كل حاجة بس في واحدة بس ما عملتهاش إنك تتصل علينا وإن شاء الله جميع الآلام اللي حضرت بتتكلمي عنها اعتبريها انتهت تماما برج الجوزاء اللي عندي علاج هو خاتم الزمرض بفضل الله العليه العظيم بفضل الله العليه العظيم يعني بيرجع البنى آدم كيوم ولدته أمه هو أقوى حجر قادر على تغيير ونشاط طاقة الجوزاء والميزان والدلوه وإن شاء الله بإذن المولى عز وجل ربنا يمنع عنك يا رب كل ما يضرك وتفوقي وتبقي أحسن حاجة في الدنيا بالنسبة برج السرطان يا جماعة احنا قلنا أنه عنده شوية مشاكل من بداية الشهر بسبب تراجع المريخ عنده شوية مشاكل في نهاية الإسبوع الأولاني وبداية الإسبوع التاني هتبدأ الرؤية تظهر معاه بطريقة قوية جدا وهيبدأ ياخد قراراته قرارات صحة وصائبة وهيصاب عنده مشكلة في تاني عنده مشكلة في تاني إسبوع هي مشكلة قلة التفكير وهيبقى مشتت بسبب برضو تراجع المريخ بس من بداية منتصف الشهر بالزبط هيبدأ يتعوض عن كل نص الشهر اللي فات أنا بيبلغوني في كنترول النايس دقيقتين على النهاية والوقت الحلو بيمر معاك بسرعة فحاول بسرعة أن أقول بيطر الأبراج وإذا ملحقتش تابعوني على صفحة إشارة الأبراج دايما تابعوا الأبراج كل يوم وأي سؤال وأي استفسار على صفحة إشارة الأبراج أنا موجود وتحت أمركم بالنسبة لبرج الأسد سريعا كده برج الأسد جميع نساء أو موليد برج الأسد النساء هم عندهم شوية مشاكل خاصة بالزواج أو بالعلاقات الزوجية في نهاية الأسبوع الأول من الشهر هيبدأوا إن شاء الله يقضوا على كل المشاكل ديت ويخشوا في مرحلة انتقالية جديدة الشمس هتغذيهم جامد جدا هيبقى فيه دعم من بعض الكواكب هتمشي المصار برج الجوزاء برج الأسد في آخر الشهر دوت هيكون عصب شوية الأمور هتعدي وإن شاء الله ربنا هيعوضوا هيكفؤوا وكل الأبراج أنتظر أن أنتوا تكلمون على أرقامنا على الشاشة كل الأبراج ليهم عندي مفاجأة خاصة جدا 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 وهو خاتم لكل برج بخصيصه وإن شاء الله جميع المنتجات بتاعتنا بضمان استرداد المبالغ المالية في حالة فشلها وأنا بتحدى من مكاني ده أي شخص عنده أي عرض مش قادر يوصله لأي حال أنا باسمك وبتاريخ ميلادك أقدر أفك كل العقد اللي عندك بفضل الله بفضل الله بفضل الله بفضل الله نمتلك عزايم لا تعرف هزايم ودعموكم دايماً هكون موجود زي ما قلنا برج الأسد برج العزراء سريعاً كده برج العزراء هو أكتر الأبراج المستفادة في شهر أكتوبر بسبب كوكب الزهرة هيعمله عملية تقلق ويسطع نجمه في هذا الشهر سريعاً كده نقول برج الميزان برج الميزان عنده مشاكل من شهر 8 اللي فات أبدأ أقوله من يوم 13 عشرة جميع مشاكل العمل هتنحل بطريقة من حيث لا تحتسب وعندك طفرة نوعية في العلاقات الرومانسية وأبشر برج العقرب برج العقرب هي برضو من الأشخاص اللي لغاية منتصف شهر أكتوبر هيكون مرتاح جامد جداً بس هتبدأ عنده شوية مشاكل هيكون في بداية منتصف الشهر الأولاني عنده علاقات قوية جداً عنده اتصالات مهمة جداً عنده دعم من أشخاص مرموقة جداً 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 هيقابل بعض الصعوبات في المنتصف الشهر الأخير بسبب الضغوط وبسبب تراجع المريخ برضو زي ما قلنا وهيكون عنده حاجات خاصة بالوظيفة فلازم يكون هادي ولين ويتعامل بحنكة لعدي الأمور بسلام هنقول برج القوس برج القوس هو مدعوم قوي جداً بدعم قوي جداً من كوكب الظهرة وكوكب الحب والجمال زي ما قلنا هيبدأ ينصق كل حياته هي شهر جميل جداً على برج القوس عنده نجاحات قوية جداً تحت عين رؤسائه في بداية الغاية قبل نهاية الشهر قبل الربع الأخير من الشهر عنده إنجازات قوية جداً مرشح للمكافأة في العمل ومرشح بالتدرج الوظيفي عنده في نهاية الشهر الأخير في نهاية الربع الأخير من الشهر عنده أمور كان على ضراية بيها إن هي تناسب تماماً هترجع تاني للساحة وتتفتح من جديد لازم يتعامل معها بحكمة وبهدوء وإن شاء الله هيكون في مزاج معتدل الحلقة خلصت والحلقة الوقت الجميل دايماً بيمر إن شاء الله هكون معاكم يوم الجمعة الجاية برضو في نفس المعاد وإن شاء الله بدعمكم نكمل وإن شاء الله يكون معنا الغريمة اللي هتخرج إن شاء الله بإذن مول عز وجل أنا سعيد أني موجود معكم النهاردة وضمتم لنا إن شاء الله